هاو دي الكتير اللي عم تحكي عنهم أنا من يشوفوا من يمنتبه لهم هلأ شي صار وراء ظهرنا أنا أزم لك وبشكل واضح وصريح أن المتفرغين في صفوف حزب البعث العربي الاشتراكي لا يتجاوزوا أصابع اليد الواحدي على مستوى الشمال اي ادرين على مستوى الجنوب اي ادرين على مستوى البقاع الغربي والأوسط اي ادرين على مستوى بيروت اي ادرين سجل عندك نحن سندلل على حجبنا الانتخابي بالأرقام تقديرات الأجهزة الأمنية للحجد الذي كان فيه بعلبك يتراوح بين العشرة واثنعشر ألف إذا بكشف لك مين عم يحكي معنا كرمال أصواتنا تتفاجأ وتصدم سوريا لا تفكر أن تعود إلى لبنان وسوريا لا يعنيها أن تعود إلى لبنان وسوريا لو أرادت أن تعود إلى لبنان من الأساس من سحبت وفاوضت على البقاء ما في رئيس ما في انتخابات رئاسي السيد علي برز اسمك بشكل بارز بالانتخابات وطارة الشوحات تقريبا لش انسحبت؟ هذا الموضوع بعتد أنه نحن تجاوزناه وصار الحكي فيه هو لزوم ما لا يلزم نتيجة ظروف سياسية معينة إلا علاقة بمصلحة وحدة فريقنا السياسي اللي نحن جزء منه صحيح أنا انسحبت من الانتخابات ولكن نحن نقوم بجهد كبير على مستوى كل الدوائر وتحديدا بالبقاء اللي أنا كنت مرشح عنه وكأن لدينا مرشح وبالتالي نحن هذا الموضوع صار خلف ظهرنا وما يعنينا الآن في هذه المرحلة هو فوص فريقنا السياسي بالانتخابات على مستوى كل الدوائر فيه بس نقطة قبل ما ننتقل لغير موضوع حكي كتير عنه كينفي إذا بدك نعمل اختلاف بالرأي السوري حول هذا المقع تحديدا بدائرة بعلبك الهرمل يعني من مايلي كينفي المستشارة بوسينا الشعبان هذا الكلام غير صحيح وأغلب ما كتب فيه وسائل الإعلام والصحف ونشرات الأخبار مبني على تحليلات خمفشارية فينا نسميها اجتهادات شخصية أراء تمنيات خبريات جزء كبير من صناعة الرأي العام في هذا البلد يقوم على الإشاعات وللأسف الناس تصدق فأنا بوصف كل ما كتب بهذا الإطار الجزء الأغلب منه حتى ما يكون حاسب هو خبريات واتساب وإنتاج مخيلة البعض وأوهام البعض اللي بيعتقدوا أنه ممكن يأثروا سلبا أو إيجابا بمسار بعض الأمور أو اعتقادوا أنه لديهم قدرات على لعب أدوار معينة بس ولكن هذا الكلام كل ياتوا سوا لا يستحق التعليق أساسا ولذلك نحن في تلك المرحلة كنا حارسين دائما وأبدا على عدم التعليق البعض استغل هذا الموضوع إذا بدك يقوص عليك من باب أنه تم تعيينك أمين عام للحزب البعث في كتير ناس إذا بدك بأيضوا هذا الحزب لكن كانوا رفضين أنه أنت يتم تعيينك هاو دي الكتير اللي عم تحكي عنهم أنا من يشيفهم من يمنتبه لهم يعني حتى الساعة ما عنا معطى هلا البعض بيعترد يمينا وشمالا الأحجام بعتقد لا تشكل وزنا في اللعبة الحزبية موضوع التعيين هذا موضوع مرتبط بوضع تنظيمي كان قائم بالحزب بمرحلة ما بعد 2015 الانقسام اللي حصل التخبط التفلت الغياب التنظيمي غياب الدور السياسي وجرت كذا محاولة كانت الخلاصة ضرورة الخلوص الخروج بالنتيجة اللي خرجنا فيها بس أنا بسأل اللي عم يطرحوا هذا السؤال ما هو تقييم لدور حزب البعث العربي الاشتراكي من يوم تسلمنا قيادة وتسلم الأمان العام للحزب حتى اليوم خلال فترة قصيرة وبإمكانيات جد بسيطة اللهم إلا إذا كان البعض لا يريد أن يقرأ المشهد جيدا البعض بيعتقد أنه أنا بكتب على الفيسبوك وبأثر البعض بيعتقد أنه بخبر خبريات لكم واحد حوالي بأثر هؤلاء لا تأثير لهم الحقيقة واضحة وصريحة وإنت بتقدر تبلش من هذا المبنى تجول وتطلع تسأل الجهاز الحزبي ونقدم لك كشف عن اللي عملناه خلال المرحلة التي سبقت ورأي من هم يعطون رأي بدون حسابات تكتشف أنه كانت المصلحة الحزبية فيما جرى بدون أي تشكيك هل هو بطبيعة الحال ما كان في خلفيات شخصية من وراء هالانتقاد على قدر ما أنه في ناس مناضلين كانت أكتر أو تريح أكتر بهذا الحزب كانت استحق أنه توصل لهذا المال في أصول تنظيمية ما في شيء اسمه تاريخ بالحزب بيلعب دور باللعبة التنظيمية باللعبة التنظيمية في معايير اللي بتنطبئ عليه هذه المعايير يستحق أن يتولى المسئولية اليوم أنا بتعييني أمين عام كان هناك التزام بشكل واضح بكل المعايير التنظيمية اللي إليه علاقة بعمري الحزبي بالمهمات التي توليتها سابقا إذا الرأي العام كان يجهل أنه أنا عضو قيدة فرع بالبقعة الشمالي من 2015 حتى يوم تعييني أمين عام للحزب هذا الموضوع مخصني مش وظيفتي كنت أخبر الرأي العام واحدة من الشروط الأساسية أن يكون تجاوز عمر الحزب العشر سنوات هذا أيضا معايير من طبق عليا بعتقد هوني حتى ما نفوت كتير بالتفاصيل هذا الشي صار وراء ظهرنا واللي بده يقدم تجربته يعني مش يقدم اللي بيحكيه في كتير حكي بتسمعه وبيطلع حلو بتع ترجمه على أرض الواقع بيرجع بيطلع مجرد ترجمي وإن شاء الله يعني نحن حارسين على الكل حارسين على الوحدة التنظيمية حارسين على أن الحزب بيكون بمسار موحد بس نحن لن نسمح ولا نفتح الباب أمام التخريب أو أمام إدخالنا بدوام جديدة اسمه فلان زعل وفلان رضي فيه قطار هيدا الكطار هيدا الكطار اللي بدو يكون حريص على مصلحة الحزب بيكون ضمن هيدا الكطار المانو حريص بينزل منه بس ولكن لن يحدث أي خلل في مسار هيدا الكطار اليوم حزب البعث قداش موجود بلبنان مشهد 15 نيسان تطلع على بعلبك تسأل تسأل تقديرات الأجهزة الأمنية قبل الحزبية بتسأل الخصوم قبل الحلفة حول مشهد 15 نيسان هيدا المهرجاني اللي شارك فيه الألاف برمضان ساعة أربعة ناس صايمي بإمكانيات جدا بسيطة إمكانيات مالية نحن حزب لا يملك إمكانيات نحن الناس معنا لأنه معنا بخياراتنا السياسية بس للي ما بيعرف مجموع المتفرغين في صفوف حزب البعث العربي الاشتراكي لا يتجاوز أصابع اليد إذا ما بدي يعني حتى ما أقع بإشكالية شيل حرس القيادي اللي هني أمن القيادي أنا أزم لك وبشكل واضح وصريح أن المتفرغين في صفوف حزب البعث العربي الاشتراكي لا يتجاوز أصابع اليد الواحد تقديرات الأجهزة الأمنية للحجد الذي كان فيه بعلبك يتراوح بين العشرة واثنعشر ألف كان المشهد واضح الطرقات إلى المدينة كانت مغلقة بالكامل بالسيارات وبالناس اللي عم تنزل من سياراتها وتروح سيرا على الأخضام إلى الساحة اللي كانوا بالساحة في أدهم بالشارع وفي أدهم وصلوا وغادروا لأنه ما في محل وعن نحكي عن مهرجان حشدة له أساس الحشد فيه من البقاء الشمالي اللي إجوا إلى المهرجان من خارج البقاء الشمالي على الألم والورقة بالتفصيل لأنه نحن تولينا عملية النقل لا يتجاوز الألف هذا المهرجان يدلل على حجم الحزب ونحن اعتبرناه بمسابة انطلاقة جديدة هناك من يدفع ملايين الدولارات ومشتري بانويات على كل الطرقات من البحر للأصر يعني القصر هي آخر بلدي حدودية أبل ما تروح على سوريا وعنده عشرات النوار المرئين بتاريخه الحزبة وعنده عشرات الوزراء اللي مرئين بتاريخه الحزبة وسعب السورة وسعب السلطة ويعتيه شنط مال يعجز عن إقامة مهرجان بمستوى المهرجان اللي نحن عملناه بميزانية أنا أزم لك أزم لك أن هذه الميزانية لا تكفي لتشغيل مبنى القيادة إذا بدنا نشغله بس بالكهربا نحن ميزانيتنا لا تكفينا لتشغيل مولدة الكهربا إذا بدنا نخلي المولدة يشغالة طوال الشهر السيد علي هون أنت عم تقصد رئيس حزب الكوات اللبنانية سامير جاجا مش وحده مشتري الإعلام مش وحده لا عم تحكي عن يعجز عن إقامة مهرجان أنتو بتقدروا يتعاملوا مهرجان غير برات اللي بقى على الشمالة وين بدك أي منطقة تخيي هلأ أننا في مناطق أن حضورنا التنظيمة فيها الوازن على مستوى الشمال على مستوى الجنوب على مستوى البقاع الغربي والأوسط على مستوى بيروت بدك تقللي بجبل لبنان بدي قلليك اعطينا الوقت الكافي وبتشوف إذا عنا القدرة أو ما عنا نحن اليوم خارجين من أزمة تنظيمية حقيقية عم نحاول ناخد الحزب وصورة الحزب عند جزء من الناس يلي هي صورة ظالمة بعقولهم بالمناسبة إلى محل آخر راح تشوفنا بالمرحلة الجاية عم منطور خطابنا السياسي صورتنا حضورنا تواجدنا طبيعة نشاطاتنا اهتماماتنا بياناتنا موقفنا السياسي وبعد مننا بتجي انت بتحسبنا نحن بفترة أربعة شهر ببلد عم ينهار عمليم مجموعة إنجيزات بدها بعض الأحزاب سنوات لتعملها بتكاليف روح بسألك سؤال لين بعض اللي اشتروا أحزاب في أحزاب مباعد ترخيص أحزاب بلبنان مباعد صح أو لا ما حدا بيقدر إلا وين هي دي الأحزاب أنا شفت أعلام بعض اللوائح المنقولة مباشرة على بعض محطات التلفزيون بيبقى حاضر تبقى محطة فاتحة ساعة الهواء لتنقل وأنا بعرف شو معنات ساعة الهواء إحنا رحنا سألنا إذا بدنا ننقل مهرجاننا نقلنا نص ساعة بخمسة وثلاثين ألف دولار طيب هيدا الأحزاب يبقى قاعد ميتان شخص في منهم مية ما عينيه للي عمين حكى وللي عمين قال هيدا الهواء المفتوح اليوم بمصاري هيدا البرامج السياسية اللي عم تشوفها على التيفي بلبنان واستحداث برامج كلها ياتا سوى مدفوعة اعطيني هزه الامكانيات لأحدثت لك تغيير غير مسبوق طيب بدك إيانا نحنا طيب أنا اليوم بيجي بقلك هيدا المبنى اللي أنت فيه نحنا اليوم هيدا المبنى أنهينا ورشة ترميم فيه بإطار شغلنا على تحديث معين في ملفات كانت عالقة إلى علاقة بالحزب التي احنا اليوم عم ننهيها نحنا حتى اليوم عملنا تجربتين على مستوى الدعوات التجربة الأولى لها علاقة بحفل استقبال ببيروت شافت الناس مشهد فيه غير مسبوق التجربة التانية غير مسبوق أقله بالمرحلة الأخيرة من تاريخ الحزب التجربة التانية إلها علاقة بالمهرجان بذكرى الـ 75 لتأسيس الحزب شافت الناس حضور شعبي وصف بالمفاجئ والصادم بلا إمكانيات بنلحظ أستاذ علي اهتمام من بعد يعني اطوليته المهمة بمنطقة عرسال والمنطقة المجاورة لقالها في أهداف معينة لهذه السياسة لا تتتبعوها بهذه المنطقة ولا هو من باب أنه القاعدة الشعبية الكبيرة الأساسية لقالكم موجودة فوق بمرحلة من المراحل كانت عرسال بالجزء الأغلب منها بخطمة السياسة تحديدا بصفوف حزب البعث العربي الاشتراكي اجت موجة معينة لها ظروفها ربطا بما بعد 2011 وقدت إلى ما أدت إليه طلعوا بعوهن لأهلنا بعرسال قوة 14 أزار شعارات ويوم هاتذكرت اليوم حدا تذكرني هيك مسرحية قال طلعوا قوة 14 أزار يبحثوا عن تنظيم القاعدة بعرسال في إطار موقفهم يلي كان يومتها متعاطف مع عرسال لأنه كان بيجيب لهم مصاري استثمروا بعرسال وخلقوا جو مختلف بعرسال ناتش عن ظروف أنا صرت هلأ عم بفهمها لأنه آه نحن مهتمين باللقاء مع هودم ناس بس بالترجمة الحقيقية سرقوا مصاري باسم عرسال وجابوا أموال باسم عرسال وجابوا مساعدات باسم عرسال أنا فوجأت أن الطريق المؤدي إلى عرسال يلي هو طريق مرتب يشبه أتستراد تبين لي أنه أهالي عرسال على نفقتهم الخاصة عملوه مش القوى السياسية اللي تاجرت بعرسال بالمرحلة الأخيرة والتي يقال أن تقدير المالية السعودية تقدير الأمير محمد بن سلمان أنه من 2005 إلى 2017 مدفوع 20 مليار دولار في لبنان وين وكيف ما بعرف بس أكيد ما أخذوا الحزب الله وحركة أمل وحزب البعث والحزب القومي معروف مين أخذهم طيب اتفاجأت أنه ما في مستشفى اتفاجأت أنه في واقع اقتصادي ومعيشي جدا صعب وقاصي سببوا لهذه البلدة قطيعة شرقا وغربا وتاريخيا أرسال تعتمد باقتصادها على سوريا تركوا العراسلي دلأسف تركوا تركوا بغياب أي حدا يهتم بقضاياهم هود الماس بحاجة لمين يسمعهم لمين يرفع صوتهم لمين يحمل همومهم لمين يحسسهم أنه هو بده بالحد الأدنى يسمعهم بادروا باتجاهنا بادرنا باتجاههم ونحن مستمرين وسنستمر والجيب بالموضوع أنه بلا انتخابات وترشيحات حتى لا نتهم بأنه هذا في الإطار الانتخابي ونحن عم نقوم بجهة جبار في هذه البلدة حرصا على مصلحتها ولا إعادة ربط العلاقة بينها وبين سوريا بما يخدم عرسال أولا وأخيرا ونحن عم نبحث بملفات إليه علاقة بأبناء عرسال وموقفي عرسال وعم نعمل عملية فصل بين الناس تورطت وتستحق أن تحاسب وتستحق الأحكام اللي نردتها وبين الناس اتخذت بإطار الموج اللي اتخذت فيها وبدأنا اجتماعات ولقاءات في هذا الإطار نحرص فيه على دماء الناس اللي سفكت ظلما وعدوانا نحرص فيه على محاسبة كل من تطاول على دماء الأبرياء وأيضا نحرص فيه على تجنيب اللي ما خصهم واللي اتدفعوا تمن يمكن لمجرد أنهم بيعملوا على الهوية كلمة عرسال والأهالي عم نشوف جوهن جد جوهن كتير مناسب وكتير مؤاتي اهتمامنا بهذه البلدة يقضي في إطار خدمة مجتمعنا يلي نحن مسؤولين عنه لو عنا مرشح للانتخابات بالمباشر في هذه الدورة لأن نحن معلاق حقات بس ما عنا مرشح مباشر رحين نجمع له صوات وخايفين يسقط بس نحن اهتمامنا لدورنا ونحن نعد نعدة إلى لقاءات أوسع بين عرسال وجوارها شرقا وغربا لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه ما قبل 2011 وبدي أقول لك شغلة بس لما أخدوا عرسال وتاجروا فيها البعض ناجل فليطي شنق حاله كرمال عزه قدام بنته قبل 2011 عصب الاقتصاد البقاعي كان فيه عرسال هذا الفرق هذا الفرق ظلمت هذه البلدة ظلم الأوادم فيها نحطت بظروف يمكن بجزء أكبر منها عم بتقلك الناس إنه كانت الأمور أكبر منها بدنا نحاول نرمم هذه العلاقة دون عن نسخة من حساباتنا إنه هذا الأمر لا يشمل اللي اتورطوا وخربوا واستهدفوا الجيش واستهدفوا الأبرياء في عرسال بس ينعمل لائحة شوف قداش في عراسي قتلتهم هذه التنظيمات الإرهابية والتكفيرية حرصنا على عرسال وحرصنا على هذا البلد حرصنا على هذه المنطقة حرصنا على هؤلاء الناس في هذه البلدة بس هود الأربعة تشهر بالنسبة لك تعتبرون فترة قليلة لك أنتوا تحضروا للانتخابات وتطلعوا بشكل الواضح بتجوا تفوت على البرلمان سجل عندك نحن سندلل على حجبنا الانتخابي بالأرقام وبدي يكشفلك ما في حدا بالبلد إلا ما حكوا معنا وسألنا والملفت بالموضوع حلفائنا حقهم يسألون ونحن بدنا نصوطهم لأن نحن منحدد الخيار ضمن اللق حوان وكيف وليش لأنه نحن قد نسامح بس لا ننسى ولا نخطئ بالتصويت السياسي بنعرف وين بدنا نصوط بس إذا بكشفلك مين عم يحكي معنا كرمال أصواتنا تتفاجأ وتجدم مين تفضل ما رح اكشفها لا ما بدي يمكن الاعتبارات إلا علاقة باللي حكيونا وإلها علاقة بوظيفتنا السياسية نحن بالمرحلة الجاي نحن لا نطلق النار عبسا نحن لا نصوب على فريقنا السياسي نحن إذا في كلام بدنا نقوله رح نأجل أولو لبعد 15 أيار لحتى ما ينقال إنه نحن أسرنا سلبا على حظوظ حدا من فريقنا السياسي هون أو هون نحن عضين على الجرح وهون بدي أزملك مش بالبقعة الشمالة بالبقعة الشمالة موضوع انتهى بالدوائر التانية يلي طعننا فيها وفي مقدمة عكار بس هذا الكلام كليته سوى مؤجل إلى ما بعض 15 أيار وعندها رح نقيم التجربة لقدموها من يفترضون أنهم جهابزي بلعبة الأرقام ونشوف إذا كانوا هني مخطئين أو إذا كنا نحن المخطئين إذا طلعنا نحن المخطئين رح نعتذر منهم بس إذا طلعوا هني المخطئين رح نقلهم إلى المحاسة بيدر لأنه ما فيك بكل مرة تحت عنوان الأنينية تهشم حلفائك ما فيك نحن منكمل بعض يبدك تكون مقتنئ في هذه النظرية يأنه من الأساس رح كل واحد منا يشغل بمسار معين هل قد تحجمها وبرضو نحن مصرين على أنه نحن فريق واحد في هذه الانتخابات نتحاسب بعد الانتخابات مش قبلها لما أعلنت رشيحك دغري حكي عن أنه في كتلة لسوريا رح تفوت على المجلس النواب كانت متحويل لثلاثة أو أربعة نواب تقريبا أدا دقيق هذا الكلام وإدا بعده قائم كان فيه توجه معين فيه ظروف معينة نشأت أسهمت فيه تراجع هذا الخيار بس هذا لا يعني أننا نحبط ما نحن لو بدنا نحبط أو لحنا موضوع النيابي عندنا أساس البعض هون اتهموني أنه لما قالت أنه أنا لم أكن متحمسا للترشيح بعد ما انسحبت إيه لم أكن متحمسا بمعنى أنا الترزمت بقرار حزبي أني اترشح بس أنا ما طلعت من مكتبي لجيب القرار بإني أترشح هذا موضوع محسوم هذا المقصود فيه بالحماس بال2018 أنا ترشحت أنا بدرت إلى الترشح أنا قدمت إعفائي من مهمتي الحزبية وأخذت قرار بأن أترشح بدون قرار الحزب بال2022 أنا ما طلعت من مكتبي وما كنت كتير قابض الموضوع جد وأساسا جاي نتائج الانتخابات ورح تشوف بالأصوات التفضلية كيف ستحدد أحجام النواب بشكل يفاجأك لأنه صارت النيابة بمكان ما بظروف السياسية اللي نحنا عمل أو خليني مش قول السياسية بالظروف الاقتصادية اللي نحنا عايشينها صارت تهمة كنا نتمنى أن نكون بس بالنسبة لأن كل النواب بفريقنا السياسي آخر شي إذا كنوا بموقع الحليف لسوريا هؤلاء يمثلون المحور ككل مش بسوريا بالمباشر لأنه في ناس بدهم أصوات سوريا وبيستحهم للتحالف مع سوريا في ناس بدهم أصوات سوريا وضغط سوريا بس بالمقابل مش بيستعدين يقدموا سورة على الحدود اللبنانية السورية ولكن نحن رجعين ناخد دورنا وإصحى تعتقد طيب البعض افترض أنه بمهرجين 15 لسان لن يكون حاشدا وسيكون بمستوى أقل من عادي ربطا بما جرى بموضوع الانتخابات نحن ثبتنا أنه لا أبداً مصحيح طيب اليوم أنا هلأ بقدر انزل على الشارع فوت على أي مطعم بعض النواب ما بيقدروا يفوتهم مش بعضهم أغلبيتهم لأنه أنت النيابي اليوم تهمي بس أنت كحزب آية تسعة لأنه بدك تعبر عن موقفك السياسي من داخل المؤسسة اللي بتصنع المؤسسات الدستورية بالبلد بس مش يعني إذا ما ظبطت انتهت الحياة السياسية وإذا ما ظبطت يعني بتروح بتحرد وإذا ما ظبطت يعني بتقعد ببيتك فيك تسأل المعنيين على مستوى حلفائنا عن الدور الذي نقوم به على مستوى عمل الانتخابي في بعض الدوائر ونحن سيكون لنا مكاشفة ومصارحة للرأي العام ولجهازنا الحزبي بعد 15 أيار حول الأماكن التي أسرنا فيها وأنا طبعا حلفائنا بشكل واضح وصريح يعترفون لنا بذلك والأرقام هذا البلد هلأ أكتر شي ديرش تحليل الأرقام 16 أيار تحلل الأرقام وبناء عليها تحدد الأحجاب أنت لقد كن الجديدة بحزب البعث هل هي تعبيد للطريق عودة سوريا إلى لبنان متل ما كانت بالسرعة سوريا لا تفكر أن تعود إلى لبنان وسوريا لا يعنيها أن تعود إلى لبنان وسوريا لو أرادت أن تعود إلى لبنان من الأساس ما انسحبت وفاوضت على البقاء وكلنا يتذكر أن الطرح الأول للدولة السورية بالانسحاب إلى البقاء وأنه مرحلة تانية منفكر من الانسحاب من البقاء أتى جواب الرئيس الدكتور بشار الأسد واضح وصريح لا ننسحب بشكل كامل ما بدنا نعمل على خطوطين نحن أنه دورنا أنا أحمل هوية لبنانية قيادتنا تحمل هويات لبنانية رفاقنا يحملون هويات لبنانية جهازنا الحزبة يحمل هوية لبنانية جمهورنا يحمل هوية لبنانية الذين يتعاطفون مع سوريا يحملون هوية لبنانية طب ليش انت ما بتعتبر اللي ماشيين اليوم بع الموقف السعودي انهم يريدون جلب تدخل سعودي الى البلد او امريكي طب وعلما انه بمنطق الامور بالمسار الطبيعي الى الامور تعشوف المشهد بشكل واضح وصريح اعرفوا انه سوريا على حدودنا معقول ما يكون الى التأثير بهذا البلد يعني منطق الامور سوريا لها الحق بان يكون لها تأثير على قاعدة انه هي دولة جارة النا على حدودنا هدا بالتعبير التقليدي السياسي اللبناني انه اذا استعاد حزب البعث دوره هدا الحزب عمره 75 سنة هدا الحزب بهذا البلد من الاحزاب التاريخية اللي لعبة ادوار في كتير من المفكرين والشخصيات السياسية بهذا البلد مرت لصفوف هدا الحزب في مراحل نضالية كبيرة بهذا البلد كنا شركاء فيها ودفعنا دماء فيها واستشهد رفاقنا لأجلها اسقاط عنا صيغة انه نحن وكأنه جالي بتحمل يافطة حزبية بهذا البلد هدا كلام غير منطقي وغير دقيق وغير صحيح ولا يعبر عن حقيقة الأمر وفي نوع من الظلم ليش ما بتنقاص الأمور على بقية الأحزاب متل ما بتنقاص الأمور علينا للأسف أنا رأيي مش لأنه هيده القناعات لا لأنه مطلوب هاك مطلوب هاك يعني أنا اليوم بالانتخابات النيابية يعني بحق اللي إذا كنت أمين عام لحزب البعث العربي اشتراكي أني عبر عن رأيي أو كمان مش مسموح فيني روح على صندوق الاختراع أو مش مسموح لمجرد أن أنا أكون منتمي إلى هذا الحزب نحن جزء من هذه التركيبة جزء من هذه البيئة جزء من الناس هذا البلد نتحمل مسؤوليتنا متل ما غيرنا بيتحمل مسؤوليته بس كل واحد منا من منظار بس روح جيب لي خبير اقتصادي أجنبي واسألوا مصطعت هذا البلد واقتصاد هذا البلد والحلول الأساسية لمشاكلنا الاقتصادية بهذا البلد بوابة العبور الهوان رح يقلك سوريا لما نقطعت الكهرباء علينا وقلنا بدنا نستجلب كهرباء مين الدولة الوحيدة اللي وافقت وقدمت كل التسهيلات سوريا مين اللي عم بيأخر اليوم مين اللي عم بيأخر اليوم مش هيد الدول التي تقدم في الإعلام على أنه أمنا الحنون والشقيق الأكبر والصديق الوفي تب سوريا اليوم رتبت لك موضوع استجرار الغاز واستجرار الكهرباء خبرني مين اللي عم بيعرقل اليوم علما أنه الدولة السورية رجع بأزمة الأكسجان رجع بكتين من المحطات بالرغم من كل العداوة تحول هذا البلد بمرحلة من المراحل إلى منصة تستهدف إسقاط الدولة السورية تجاوزوا كل شيء وقالوا جاهزين روح يتفضلوا الأمريكيين يرفعوا الفيتو عن استجرار الغاز والكهرباء السوري وقف طب نحن إذا بدنا أنا ابن البقاع أو بدي أسألك ابن عكار أو ابن الجنوب اللي بد يصدر الموض أو ابن عكار اللي بد يصدر البطاطا والخضروات أو نحن بالبقاع خيب الطيارة ما بتوفي معنا نصدرها وبالبحر جربت الناس وفشلت نحن عنا بوابة عبور وحيدة إلى العالم اسمها سوريا طب شو بيعمل معها قطيعة بدك تقدم أفكار للناس بدك تقوم منطقة في هذه الأفكار لا مصلحة لدينا إلا بالعلاقة الجيدة والممتازة مع سوريا وإذا بتحطها بالعقل التجاري نحن المستفيدين مش هني نحن لا من صقة الدولة السورية ولا من رد الاقتصاد السوري إلى ما كان عليه ولا من أثر سلبا ولا إجابا بالمشهد القائم اليوم بسوريا عندنا ما يكفينا من مشاكل بس بالمقابل لا نحن بحاجة إلى سوريا ونحن نستفيد من الاقتصاد السوري ونحن نستفيد من امتدادنا الجغرافي مع سوريا ليش أنت برأيك إذا جبت خبير أجنبي خارجي لأنه للأسف اليوم جزء من الخبراء ما بيحكوا بالاقتصاد بيحكوا بالسياسي اقتصاد وسألته قلت له لو سوريا بيوضحها السليم اللي كانت عليها قبل 2011 هاي دي الأزمة اللي عصفت بالبلد كان ما في جزء كبير مننا منتجاوزه بلا ما نحس لو الاقتصاد السوري بحالته الطبيعية رجع إلى ما ذكر في مرة من المرات بأزمة البنوك لما صار في شح دولار أرسلت الدولارات من البنوك السورية إلى لبنان لتغطية العجز اللي إله عليها بالدولار حتى لما طلع الرئيس الأسد طالب بأموال السوريين قامت لأيامي وما قاعدت علما أنه هاي دي حق لمواطنين سوريين حتى عصب بنوكنا بمرحلة من المراحل بأقل تقدير عم ينحكي عن 20 مليار دولار لمواطنين سوريين طب ليش يوم انت ما منعوهن للسوريين اللي طالما هالقد عندوا الأفراط بالتحسس منهم من وضع أموالهم بالبنوك اللبنانية ليه للأسف كتير من المقاربة السياسية التي تقوم في هذا البلد تقوم على معادلة مرتبطة بقدش يدفع لك المشاق غير الخارجي بناء على حجم الدفعة بتحدد موقفك ولو كان بعاكس كل المنطق وكل العقر سؤال أخير لألك من بعد الاستحاق النيابة في استحاق الرئاسة دايما كان في جملة شهيرة أنه الرئيس اللبنان هو صناعة سورية في اليوم حكي شيء عن هوية رئيس لبنان المقبل سوريا رح تتدخل بالموضوع ما رح تتدخل في خيوط حول هذا الملف ولا بعد مشهور الطبيعي أن يكون لسوريا رأي مش وحدها هي وكل القوى المؤثرة بالبلد يعني المصري إلو رأي والسعودي إلو رأي والأمريكي إلو رأي والإيراني إلو رأي والسوري إلو رأي والسعودي إلو رأي هذا بلد تصنع فيه الحياة السياسية بالجزء الأغلب منها خارج حدوده الاعتبارات كثيرة تحتاج إلى نقاش مطول حتى الساعة الحديث عن الانتخابات الرئاسية لا يفتح إلا ببعض المقابلات التلفزيونية بكير الرئاسي في لبنان تصنع أو تكون وليدة اللحظة اللي بيكون عم ينعمل فيها الانتخابات الرئاسية طيب أنا بدي أسأل سؤال إذا اليوم بدي أدر الموقف الرئاسي بلبنان لوين رايح طيب اليوم في عدم تفاهم أمريكي إيراني أو عدم تفاهم إيراني سعودي بل لك توجه رايح بهذا الاتجاه وفي قطيعة عربية سورية لا تزال قائمة طيب إذا نحن بعد عشرة شهر عم نحكي عن الانتخابات الرئاسية وكان الإيراني والأمريكي عاملين اتفاق نووي وكان السعودي والإيراني عاملين اتفاق بدأت جلسات له حاليا في العراق وكان السوري عاد إلى جامعة الدول العربية أو نحن نقول جامعة الدول العربية عادت إلى سوريا وكان السوري متفاهم هو والسعودي ما بتختلف ساعتها المقاربة طبيعي أن تختلف بين رئيس مواجهة وبين رئيس تسوي بين رئيس بتوافق عربي إقليمي وبين رئيس بلا توافق عربي إقليمي طيب ما أنا إذا بتقل لي اليوم بالظروف السياسية القائمة بقول لك ما في رئيس ما في انتخابات رئاسية لأنه يستحيل التوافق يستحيل في ظل الاستفافات السياسية القائمة يستحيل التوافق على رئيس وبعتت كل الأفريقاء السياسيين اليوم ضد رئيس مواجهة ما نحن اخر شي بقينا على خيار ترشيح الرئيس ميشيل عون لو وصلنا الى اتفاق الى تسوية هلأ التسوية مستحيلة اذا ما في رئيس يعني انا بيجي بتطلع مثلا اذا حدا اجي قالك الرئيس بدي يكون الوزير السابق اسلامية فرنزية طب انبارح ناب وليد زملاط عبر عن موقف رافض بالعلم بالدورة الماضية لما طرح اسم بالانتخابات الرئاسية الماضية لما طرح اسم الوزير سليمان فرنزية كان الناب وليد زملاط متحمس للموضوع طب هاي دي اشارة ما طب الدورة الماضية كان عراب ترشيح الوزير الفرنزية الرئيس الحريري طب الرئيس الحريري اليوم وين اذا الانتخابات الرئاسية يحكى فيها بوقتها مش هلأ اشتركوا في القناة مش هلأ بقي بالكpsد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة